بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات دورة المونتاج والنهاردة هنتعلم كافية تصميم نصوص وكتابة اللغة العربية في برنامج Corel Video Studio وزي ما احنا عارفين ان البرنامج لا يدعم العربية وكان في حلقات سابقة قبل كده استخدمنا طريقة تصميم او كتابة النصوص في محرر الصور وبعد كده ادخال النصوص دي داخل البرنامج ولكن في برنامج اخر احنا بنقوم بننصيبه على جهازنا اسمه ابو رشيد هو برنامج عربي لكن البرنامج ده بيدعم ان هو يحول الحروف الاجنبية الى عربية وممكن ننسخها ونحطها جوه برنامج Corel Video Studio والنتيجة ان هو يقرأها ولكن قبل كده لازم الحروف دي او الخطوط الخاصة ببرنامج ابو رشيد لازم نصطبها جوه الويندوز بتاعنا او جوه فولدر الخطوط في الويندوز بتاعنا طبعا الباكتج كله كده البرنامج بتاع ابو رشيد بالخطوط متوفرة فيه مع برامج الدورة على موقعنا بعد تنصيب البرنامج وتنصيب الخطوط على جهازنا بنشغل برنامج ابو رشيد وممكن بعد كده نكتف فيه النصوص اللي احنا عايزينها وننسخها جوه برنامج Corel Video Studio زي ما احنا هنشوف لكن اول حاجه خلينا نتعرف ازاي نقدر نستخدم النصوص او نصمم النصوص جوه برنامج Corel Video Studio فاول حاجه ان احنا نخليل الايقونة بتاع التايتل او T بنلاقي ان فيه قوالب جهزة للنصوص نقدر ان احنا نسحبها ونحطها هنا في المسار الخاص بالنصوص خلينا الاول نختار اي صورة كأنها خلفية للنص اللي هنكتبه ونحطها في المسار الفيديو الرئيسي ونخليها لمدة مثلا 10 ثواني وبعد كده نضغط ايقونة تايتل ولو احنا اخترنا مثلا النص ده وسحبنا وحطناه هنا بالضغط عليه مرتين نقدر ان احنا نحرره زي ما احنا عايزين وبعد كده لو عملنا بلاي هنلاقيه النص بيتكتب بالتأثير اللي هو قدامنا الجاهز او الافكت الجاهز قدامنا لكن احنا عايزين نعمل حاجه زي كده يعني مش بتبقى جاهزة لان ساعات وفي ناس بتصمم وعايزة يتميزوا في التصميم بتاعهم او فيديوهات بتاعاتهم انهم يعملوا حاجه من دماغهم ما اعتمدوش على القوالب اللي موجودة دي بنبتدي التصميم ان احنا بندغط حرف T وبعد كده هنلاقيه قدامنا double click here to add a title فبندغط مرتين في الشاشة وبعد كده بنكتب النص اللي احنا عايزين وخلينا نكتبه بالعربيه ازاي نقدر نستخدم برنامج ابو رشيد ده اولا احنا بنحرر في الناحية اليمين اهو بنكتب زي ما احنا عايزين دورة المونتاج لو دورة المونتاج لو انا ضغطت على FMC للكونة دي بتكتب لي الحروف اللي انا المفروض باخدها كويوباست من هنا اهو دورة المونتاج شارح حرامي الجنزوري لو ضغطت كده اهو اكتب لي دورة المونتاج شارح حرامي الجنزوري طيب الخطوط لو انا عايز اغير الخط ده اعمل ايه طبعا الخطوط اللي موجودة هنا هي اللي موجودة هنا جوه Corel Video Studio لانها موجودة في الويندوز في الويندوز بتاعنا او في المجلب بتاع الخطوط اللي في الويندوز بتاعنا فبالتالي هي موجودة هنا وموجودة برضه في برنامج Corel Video Studio لان الخطوط بتاعت Corel Video Studio معتمدة على الويندوز اللي موجود عليه فبعد كده بنروح عاملين نسخ لكل النص ده وبعد كده بنيجي هنا وبنعمل باست من خلال كنترول V اسف كنترول V فبينزل لنا النص اللي احنا عملناه باست بالشكل ده هنروح دايسين كنترول A بحيث ان احنا نظلل على النص كله وبعد كده نختار الحروف الخاصة ببرنامج ابو رشيد من خلال انماط الحروف هنا بندور عليها بنلاقيها مكتوبة بالعربي اهي اهي بدءا من هنا كل دي خطوط انماط مختلفة او اشكال مختلفة لكن كلها خاصة ببرنامج ابو رشيد فبنختار واحدة منهم واول ما نختارها هنلاقي ان النص اتعدل لكن اهم حاجة ان احنا نظلل على النص كله يعني احنا اول ما ننزلناه كان مشفر لكن لما علمنا عليه كله واخترنا النمط المزبوط الكلمة او الجملة اتعدلت واصبحت عربية اضغط انتر او اضغط هنا فتنزلي الكتابة زي ما انا كتبها بعد كده هبتدي اضبط وضع الكتابة على الشاشة من خلال السحب النقر والسحب دورة المنتاج اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة